كنت بتكلم في موضوع مهم جداً وقلت فرصة أنه حسن هيبقى معي بكرة على مارح يعني وقلت أنا أشيك فيها كلاتنبرج هو رئيس لاجنة حكام أول مرة يبقى عندها رئيس لاجنة حكام أجنبي يعني وبطبيعة الحال الناس ما بتاخدش بقى لأنه كده الأخطاء هتفضل موجودة موجودة في الدول الإنجليزي يعني قال تفتكر كلاتنبرج هيلقى الدعم الكافي من الأندية ومن اتحاد الكرة ومن المنظومة القروية إنه ينجح ولا مع أول خطأ هنقول إحنا جايبين أجنبي ليه وعندنا مشاكل معاه وإحنا نتفعله بالعملة الصعبة فالراجل ده لازم يمشي بسرعة ونجيب واحد تاني من المصريين العظماء طيب طول عمري طول عمري لا لا مليش دعب جلاتنبرج ولا مين طول عمري رافض فكرة قضية المدرب الوطني والمدرب الأجنبي والحاكم الأجنبي والحاكم الوطني والتأسيم والتصنيف ده فيه حاجة اسمها الكفاءة الكفاءة هوش معنى لما فروه الباز بيروح يشتغل في ناسا في أمريكا محدش بيقول ده مصري طب إحنا عايزين نطفشه ونخلص منه ونجيب وطني ونجيب واحد أمريكاني عشان مش يقول المصري ده العبقري ده يبقى ليه زويل واخد نوبل وهو في أمريكا صح ليه ليه إحنا دايما بنعمل التصنيفات دي ليه دايما لأ طب جلاتنبرج عمل حاجة بأنه مئة سنة مش تفين نعملها البلاي اون يعني ايه بقى يعني مش كل أي مش كل لعبة تبقى فاول الحكم بتاعنا بيبقى فرحان بالصفارة كل شوقتيت كل شوقتيت طيب إيه رأيك بقى أن الموتش اللي كان ضرب نار ليفر بول ومانشستر سيتي بيضر قررت الاتحاد الإنجليزي ورابطت الأندية الإنجليزية أن هم يطبقوا لعبة أو فلسفة البلاي اون أكتر من الأول صح وعشان كده الحكم في الموتش ده بالذات كان بيفوت احتكاكات كتيرة جدا ليه؟ عشان هم عايزين اللعبة تبقى متقفش صح متقطلش جلاتنبرج على الأقل إذا كان عمل دي أنا أقول له متشكر جدا أول حاجة لأن احنا بنلعب مع أفريقيا ومع الدولي وإحنا بنقول أي كل حاجة أي نوصل للحكم صح أنا ليس سألتك السؤال ده حسن عشان أنا أحب السيناريوهات اللي إيه اللي بدري بدري دي إنه أول مباراة للأهلي أو مباراة للزمائل إيه يحصل فيها خطأ تحكيمي مثلا يعني تلاقي الدنيا قامت وهتلاقي مع كامل اللي احتراش قلت بقولي مباراة خبر إنه بعض الحكام القدماء زعين اللي هم مش هيبقوا موجودين في اللجنة يعني تلاقي الخبيل الفلاني طالع يقول ده سيء الخبيل الفلاني عصلي ثلاثة المرجوة هو اللي مش عارف فإحنا إزاي نأمن فكرة إنه نخلي التجربة دي تطول شوية تطول أنا نفسي تطول شوية يعني ما نجيش من أول فرق أنا دايما مش متشائم بس بعد أفكر الفترات اللي قيبة على ثوابق قديمة يعني أنت يعني أنت مقتنع إنك ممكن تتعلم يعني أنا أنا مقتنع إن أنا تعلمت من الأجانب اتعلمت اتعلمت حكات كتير جدا وإنت كنت أستاذ وأستاذ صحفي بس مش عايب إنك تتعلم لا أسيرك من حكاتي الأستاذية دي لا في حاكم ييجي يقول لك أنا حاكم كبير أصلا مفيش مشكلة أنك تتعلم تانش بتعلم يعني أنا بشتغل بالي سنين طويلة جدا وبتعلم من أول يوم لغاية نهاردة الصبح بتعلم بقرأ وأشوف وأتفرج وأتعلم وأفهم وأفهم حاجة جديدة ومش من الأجانب بس من حتى شباب صغير عنده حاجة جديدة بيقولها بتلفت نظري بناقش فيها أتعلم منها ليه لا هو في حد يعني يعني بيش حاجة اسمها قصة أنا عارف أن وجهة النظر ده أنا حاكم دولي بقلي خمسشار سنة ده اللي حيعلمني ده اللي حيمشيني أيوة كل واحد بيكلم كده بزرطة أنا كنت قاعد جنب مدرب مصري في تدريب النادي الأهلي ودون ريفي بيشتغل دون ريفي مدرب منتخب انجلترا كان بيدرب النادي الأهلي وحبتلي التمرين خمس داي والمدرب من مصري اللي كان قاعد جنبي أول حاجة قالها بعد خمس داي ده الراجل ده ما عندوش فكرة مم ما عندوش فكرة ازاي يعني على طول كده فجأة لا على طول كده يا رايي كده مطلق كده ما عندوش حاجة ما عندوش حاجة ده كان بيدرب منتخب انجلترا طب على هالي استنى يعني استنى يعني أريكسون لما جيه هنا عمل سيمينار من عشر خمس شر سنة بدرب منتخب انجلترا وقاب معاه المدرب الأحمال بتاع منشستر يونايتد أنا حضرت الحقيقة السيمينار ده بس أنا بستغرب اننا بيتوا بص على المدربين الكبار اللي موجودين عشان يتعلموا لقلت مدرب اتنين صغيرين في السن هم اللي موجودين لكن العتاولة الكبار هيجوا تعلموا منه ايه ده مين أريكسون ده عشان يعلمنا احسن مني في ايه مين ده الجملة الشهيرة المنطق ده بقى أنا هرفضه تماما تماما اثبتلي ان حضرتك كف على عيني وعلى راسي بس اتعلم 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 حتى لو انت تعرف المشكلة مش مشكلة جلاتنبرج مشكلة الناس اللي بتشتغل في المهنة دي وفي الصناعة دي اللي بيشتغل يروح واقف قدام الحكم وايه بقى متعصب وحيجيلوا يعني الشلل نصفي عشان الحكم ما حسبش أو حسب قوت أو ما حسبش قوت على فريق الثاني وحسبوا عليه وفيين القوت ده في نص الملعب بص انا ممكن انا لو انا بانصح اصعاب البرامج اللي زيك كده يعني يروحوا يرجعوا للمواسم اللي فاتت ويجيبوا للناس لقطات تموت بالضحك بالاعتراضات دي اللاعبين ومدربين اللاعبين ومدربين طاق طيخ حتلاقي عندك خمسين لقطة للعيبة من مختلف الأندية ولعيبة ومدربين من مختلف الأندية بيعترضوا على ألعاب تفهة ليس لها معنى بس المجرد انه هو يزايد على الجمهور بتاعه اللي قاعد على تويتر او على فيسبوك او قدام الشاشة انه يعني انا حماسيو بحب الفر هو ده اللي ماسك الدرع والسيف بتاع النادي بتاعه ايه الكلام ده لما الناس دي تعقل اللاعبة حتنضب وحتتغير وحتبقى أحسن لكن طول ما الناس دي عقلها كده لا مش هينفع مش هينفع هنفضل في نفس المشاكل دي ماليش دعوا بها بجلاتنبرج ولا حكم انت لو جبت جوارديولا ولا جبت مين أحسن حكم في العالم هاتلي أحسن حكم في العالم اي حكم في العالم احسن حكم خليه يحكم اي ماتش هتلاقي نفس الاعتراضات بس بتبقى صمتة شوية لكن لو مصري هتبقى بصوت عالي صح ووصل الامر اللي كدتة تقول حكم من ايطاليا اصله حكم ده زمالكاوي عشان أبرجيلا اللي اشتغل رئيس نادي الزمالك كان في يوم من الايام براح سافر ايطاليا او ليه علاقات مع ايطاليا الكلام ده لازم يبطل يعني صدقني المشكلة مش مش الرجل الاجنابي الانجليز اللي بي يعيش راكد الحكام المشكلة فين حنا احنا اللي غلط احنا اللي مش فاهمين الرياضة واحنا اللي بنتعامل مع الرياضة بشكل فيه اخطاء وجسيمة جدا وفيه مزايدات على الجمهور بتاع think كل واحد بيزايد على الجمهور بتاعه كل واحد بيقوله الجمهور انا الاسد اللي بحميك صحيح انا صوتك العالي اللي بحميك دهالكلام ده غلط مافيش الكلام ده لا غلط موسيقى